واحد بيقول وصل الى المسجد شيك من الشركة فريدي ماك مبلغ خمسمائة دولار كويس التبرع من احد المسلمين العاملين بالشركة هو تبرع بامتان وخمسين والشركة فريدي ماك عملية ماتش بامتان وخمسين زيادة والخمسمائة دولار ايه نصهم من العامل ونصهم من الايه من الشركة نعمل ايه عايز يقول ده شركة تمويل يعني ربوي فنقبل التبرع ولا ما نقبلوش نقبلو من المسلم ونرجعو على الشركة اللي يدتنا ماذا نفعل نقول له ثم تقاعدة في هذا ان ما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته ذمة كاسبه المال الذي حرم بسبب اكتسابه الحرم تتعلق بذمة الكاسب فقط الا اذا كان مسروقا او مغصوبا او منهوبا فيبضل الحرم اللازئ في المال نفسه لانه مسروقا او مغصوبا او منهوبا انما كانت من تجارك كذا سيئا تمنخنتا ايا كانت العقود الفزة الحرم تتعلق بالذمة الاولى لا تتعدى الى الذمة الثانية لا تتعدى الى ذمة من قبل هذا المال منه ببيع وشراء وهبة وارثم احنا بنروح بنشتري من الولمورت حاجات وبناخذ اموال ونحسن من انواع يعني تبادل بالبيع والشراء والاخذ والعطاء واموال الخوم مليانة بالمحرمات ومليانة بالميسر ومليانة بالربا فلانا شغل بهذا لا علاقة لنا بحل اموالهم وحرمتها لان الحرمة لا تتعدى الذمة الاولى الا في المسروقات والمغصوبات والمنهوبات فلا حرج في قبول هذا المال من قبل المسجد واقترح ان يوضع في بند الهبات العامة في بند صدقات العامة حط فيه الكشهندول بالمناسبة لقد نص فقهاء المذاهب الاربعة او نص جمهورهم على الاقل على اباحة التعامل مع غير المسلمين حتى في التبرع لعمارة المساجد امام الشافعي رحمه الله صرح بجوازه وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين صح غير المسلم صح واحد قد نجوز واحدة نصرانية أنا اوصي ان يبنى مسجد للمسلمين اكراما ليزوكها وكذلك الوقف منه للمسجد حتى ولو لم يعتقته من القربات لاعتبارنا نحن ان الوقف للمسجد قربا صاحب كتاب كفيت الاخيار في بيخ الشافعية ويجوز للمسلم وللذمي الوصية لعمارة المسجد الاقصى وغيره من المساجد في كتب الاحناف وصايا غير المسلم وقفه على اعمار وانارة بيت المقدس جائزا وكذلك بنائه مسجدا لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره مسجدا للمسلمين وادن لهم الصلاة فيها جازت الصلاة فيها واحنا في المطرات بنشوف بعض يعني بعض الاماكن يعني كأنها غرفة عبادة لمختلف الملل بنخش نصل فيها ولا حرج فيها وإنشاء أطمونا